مواهب جديدة تتكشف من خلال مهرجان العالمين الذي يصلت الضوء على المواهب والمبدعين في جميع المجالات وعلى رأسها الرياضة وتأتي قصة أبو سويلم من ذوي الهمم الذي لم يتعدى ثلاثة عشر عاما كنموذج ملهم بإصراره على النجاح في لعبة كرة السلة أربع سنوات قضاها أبو سويلم صاحب الثلاثة عشر عاما في التدريب على لعب كرة السلة آملا في الوصول لحلمه ليصبح بطلا أولمبيا تتجانس حركات ذراعيه في تحريك الكرسي مع لعب كرة السلة لتخرج لنا بصورة بطولية ليست بغريبة على ذوي الهمم مامتي أكثر راح دعمتني أن ألعب بسكت دعمتني طبعا أن أول ما رحت التدريب مرة اثنين كنت خلاص صعبة والكرسي صعب ماما عدت تقولي لا يلعب تبقى بطل كبير يلعب شوف صعابك أعدت بعد مرة أن أسمع كلاما ماما لغاية مباية بطل كبير تحركات أبو سويلم مع زملائه على ملعب كرة السلة المطل على شاطئ مدينة العالمين الجديدة تأتي ضمن بطولة ذوي الهمم لكرة السلة بفعليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أنا كمان بدعو كل الأشخاص ذوي الإعاقر أن هم ينطلقوا ابتداء من اليوم ده اللي هم ممارسوش رياضة لسه الرياضة أكتر حاجة سوفورت الأشخاص ذوي الإعاقر مدينة العالمين مدينة تستحق فعلا أن الناس تيجي تشوفها وتشوف كنا إيه وبقنا إيه؟ صرح حقيقي أنا فخورة سواء بالطرق سواء بالمباني سواء بكل حاجة بجد أنا فخورة ببلدي أهمية المشاركة بتدينا فرصة كبيرة جدا أن نعرف الناس يعني إيه كرة سلة لزوي الهمم سواء الزوي الهمم للإحتياجات الخاصة اللي هما بيلعبوا على الكراسي أو أصحاب العقات الزهنية الناس كتير عندنا في مصر ما يعرفوش يعني إيه كرة سلة على الكراسي مستحركة ما يعرفوش يعني إيه كرة سلة لأصحاب العقات الزهنية ده هيساعدنا كتير على نشر اللعبة ثمان لعبين تجمعوا سويا في رحلة ترفيهية سياحية رياضية بهدف ممارسة هواية يحبونها وتأتي تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أول مرة تحصل في تاريخ مصر كلها اللي احنا ندعى هو يقولون لنا يا جماعة تعالوا لعلى معلمين وكانت غريبة من المسؤولين ودي حاجة جميلة جدا جدا احنا كل لعبين لكورة السلة في صلاة مغطاة عمرنا ما جئنا لعبنا على الشواطئ دي وفجينا لعالم العالمين السحر والجمال زمانون بأمانة الأول مرة جئنا السحر والجمال صح وتاريخي فعلا يا رب احرص مصر وكملها على خير يا رب ويحصل تطور جامد كده ومصر كلها تبقى بالحضرة دي أول مرة أجي لعالمين ومبسطة جدا على طول كنت أشوفها في التلفزيون أسمع عن العالمين وانجازات العالمين وانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العالمين وأول مرة أجيها وأتمنى أجيها على طول أنها جميلة جدا وانبسطنا جدا أول نهاردة فعليات ثقافية رياضية ترفيهية بمدينة العالمين الجديدة تم تأسيسها وإطلاقها على أمل أن تستمر لتتحول إلى فعليات دائمة طوال العام بمدينة سكنية مستدامة ولا تقتصر على